موسيقى هل هناك مشروع لاختطاف الكويت؟ لماذا اعتبر ضيفنا أن مظاهرات البدون غير مبررة؟ لماذا لا تسعى الأقلية لتشكيل كتلة برلمانية؟ نائب سنة أولى برلمان فلماذا يريدون الانتقام منه حسب كلامه؟ بعد رد قانون الإعدام هل حقاً كما قال ضيفنا أن الحكومة شربت حليب اسبع؟ موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في انحدار في الاداء في كل اجهزة الدولة في ثقافة جديدة في قلق خوف على ابنائنا وعلى مستقبلهم نشعر ان ثوابتنا وثقافتنا وما جبلنا عليه اكو شيء غريب قاعد يحاول ان يفرض ثقافة جديدة ما هي من ثقافة احل الكويت وتضرب بالثوابت ثوابت التعايش ثوابت الايمان بالارتباط الازلي بين احل الكويت اكو شيء قاعد ينخر في البلد اكو تعدي يسافر على الدستور اللي قاعد يصير ضرب للدستور وما حواد دستور من مواد تحصن الكويت تحصن الشرعية تحصن اهل الكويت وكل حقوقهم فهناك تجاوز صار صارخ على هذا الدستور حياكم الله ومشاهدين الكرام في هذا الحلقة الجديدة من برنامج المنصة مع عضو مجلس الامة النائب الدكتور عبد الحميد دشتي بساك الله بالخير دكتور بساك الله بالخير بالكرام سعدان نلتقي معك مجددا عبر المنصة اسمح لي بداية اسمي بالله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آل بيتي الطيبين الطهرين وصحبه المنتجبين سيد عمار شكرا لك وليدارة القناة على هذه الاستضافة بهذه الحلة الجديدة هذا ثاني لقاء يمكن أيام الانتخابات كان لقاءنا الأول صحيح ومنتم قصرين دائما تتابعوني كما تتابعون بقية النواب والتقصير من عندنا يمكن في التلبية تسلم لي وهذه فرصة أن أطل على المشاهدين الكرام في هذه الأمسية إن شاء الله وأتمنى أن يكون اللقاء إن شاء الله مجدي ومفيد بإذن الله تعالى خلينا أبو طلال بعد هالمقدمة الجميلة أبدي معاك من أحداث جلسة يوم الخميس الماضي وتحديدا فيما يتعلق بموضوع الغاء المادة 15 وهي ما باته يعرف فيه موضوع قانون الغاء قانون الجزاء قانون الجزاء بس للتوضيح اللي كان ينص على أنه يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل كويت إذا عمدا في الخارج أخبارا أو إشاعات مغرضة وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية للدولة أو باشرة بأي طريقة نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد أنت علقت بطلال على إلغاء هذه المادة أن الوضع حساس وهناك من يستهدفنا إلغاؤها يحتاج إلى كثير من التأني والدراسة الظروف اليوم استثنائية هذا القانون البعض اعتبره من القوانين البوليسية عبد الحميد دشتي ليش ما صوت على إلغاء هذا القانون طبعا لا شك بأن الارتقاء لما هو أفضل لمنح المزيد من الحريات وبما ينسجم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص لحقوق المدنية والسياسية وما يجسد الحريات الدستورية أمر جميل جدا لكن فعلا الظروف استثنائية الأخوة اليوم النواب في الأغلبية هناك هاجس يعني هما يعملون لإضفاء شرعية على كثير من الهواجس والمخاوف اللي كانت عندهم الإخوان قالوها صراحة في القاعة كثيرين من إخوان النواب قالوها أننا عانينا من هذا القانون أو بالأحرى من هذه المادة وتم توجيه تهم لنا دليل على أن هناك ما يؤكد ما ذهبت إليه من أن هما خايفين وقاعدين يفرشون فرشة وأرضية لأن يحموا أنفسهم مستقبل أنا أقول وقلتها في المداخل قلت كثيرين منكم إخوان النواب في هذه القاعة عندما تناول عبد الحميد دشتي شأن خليجي عربي وهو في محافل دولية استخداما لحق الدولي ووجوده في منظمات دولية هناك بعض للأسف منهم ضيق الأفق والرؤية وطلبوا بمحاكمة عبد الحميد استنادا إلى هذه المادة استنادا إلى هذه المادة مع العلم لا يملكوا هذا الحق ولكن طالبوا هذه المطالبة طيب ليش أنا بقول أنكم كنتوا حريصين على التلاحم الخليجي على الثوابت العربية الأصيلة على الحفاظ على القومية لإلى آخر هالمسل طيب شلي خلاكم اليوم يتقدمون هذه الاختراحات هذا الاختراح وغير من الاختراح شلي خلاهم قلينا هنا يستحضر أنا بعض التصريحات السريعة النائب الطاحوس النائب الفاضل خالد الطاحوس ذكرنا المادة 15 تستخدمها السلطة ضد أصحاب الفكر ولقمع الحريات وهي وصمة تعار في جميع المجلس النائب دكتور الفاضل وليد الطبطباء المادة 15 من قوانين الدولة البوليسية ويجب إلغاؤها فورا النائب الفاضل سام المناور ذكر سنصلح هذا الإعجاج التشريعي فلا يعقل أن تبقى تلك النصوص الفاشستية شوف الأخوان اللي قاعد يتكلمون اللي يقولون من هم الأخوان في مشكلة عند أهل الكويت على ممارستهم هذا الفكر وبالتالي هم خايفين من أن هذه المادة تحاسبهم مستقبلا إذا ما نحل مجلس الأمة لأي سبب من الأسباب يبون يكونون محصنين وما تكون هذه المادة في قانون الجزاء أنا أقول هذه المادة صار لها من سنة سبعين إلى اليوم ستين قانون ستة عشر قانون الجزاء ستة عشر من الستين لكن اليوم المادة مادة خمستعشر أضيفت في عام سبعين حسب ما أتذكر من ذاك اليوم إلى اليوم هل هناك من عمل تقييم وشاف من تضرر ومن تأثر من أصحاب من أصحاب الفكر النير الفكر في قيمة مضافة للمجتمع وتنميتها والارتقاء فيه وفي ديمقراطيتها وممارسة البرلمانية ولمزيد من الحريات عملنا حصائية وشفنا والله فلان وفلان وفلان هذه حصائية راح معظم النشطاء السياسيين ورجال القانون والرأي وإلى آخره وبالتالي لابد من أنه لا طيب أخوان عندهم مشكلة مع وجود هذه المادة وهم اتهموا ومثلوا أمام القضاء طيب واتهموا بكثير من الاتهامات استنادا خلينا من النواب خلنتكلم عن الدكتور عبد الحميد دشتي الآن البعض يتسائل وبدأ يتسائل نعم خلنتكلم هنا بصراحة أن بين قوسين مجازن الشيعة البعض منهم اكتوى بنار سوء استخدام هذه المادة طيب ليش أنتوا في المجلس ما صوتوا ضد الغاء هذه المادة إذا اكتوى بنار هذه المادة من أبناء الكويت في حقبة معينة ولكنهم يغلبون المصلحة العليا والمصلحة العامة وهذا ما كنت أرجوه أيضا من الأخوان عندما وصلوا للبرلمان اليوم وأصبحهم أغلبية يريدون الانتقام ممن استخدم هذه المادة في ملاحقتهم ومحاسبتهم هو بيخصنون المجتمع حسب كلامهم من ممارسات بوليسية ليش تعتبر أنت حماية لهم هذا قول مرسل لم تقدم إحصائيات لم تقدم أدلة وإثباتات تفيد من أننا لما نتكلم عن هذه الجزئية نستهدف انصاف أبناء الوطن الواحد دون تمييز لأن هناك أبناء مكون أساسي وكما تفضلت من الشيعة في يوم من الأيام عانوا من هذه المادة وبالتالي نريد أنصافهم لم تقدم إحصائيات اليوم جاءت على أثر أن الأخوة كانت عندهم مشكلة أبان المجلس الماضي وطلعوا بساحة الإرادة وصارت مشاكل واقتحامات وغيرها لدواوين ولبرلمان وبالتالي الآن نريد أن نضح حد نريد أن نزيل هذه المادة أنا قلت لهم أنا أول المستفيدين لأن أنا بصراحة عندي ملفات وايد حساسة ولكن في حساسية بفتحها في الكويت وقد تؤثر أحيانا هي لا تضعف هيبة الدولة ولا تؤثر على نسيجها ولا تضعف خلينا نقول سياستها المالية وخلافة ولكن هناك عدم ارتياح يعني الاستماع لهذه الملفات طيب إحنا نرعي هالجانب الإخوان لم ينبروا للدفاع عن أبناء الكويت طيب بكل مكوناتهم إخوان يبون هذه المادة وغيرها من مواد هناك فكر معين هناك استغلال لأغلبية موجودة لسن تشريعات لتحصين أنفسهم وإسباغ نوع من الإماعية شنو تتوقع مصير هذا هذا القانون تم الموافق عليه في المداولة الأولى هل سيتم أيضا تمريره في المداولة أنا أعتقد أن هذا من القوانين كما سبق أن قلت عن القانون المادة 111 في قانون الجزاء وناشد سمو الأمير بضرورة ردة وإن قر هذا الإلغاء توقعنا راح يرد مجلس القضاء ستكون لكلمة الفتوى راح تكون لهم كلمة توقعنا راح يرد الحكومة كلهم كلمة كما رفضوا هذا الإلغاء أنا أعتقد أن هذه المادة أيضا تعديلها سيرد طيب من هذا المدور على فكرة على فكرة الأخ أسامة من ناور ما شاء الله بحنكته يعني أو بين النفط أعلن وهو في متناول مداخلته قال هذه المادة وإن كنت أعلم بأن القانون هذا سيرد لكن أنا بقول لأنه يعرف يعرف بأن هذه المادة لا يمكن أن تمر في دولة مؤسسات وفي ظل تهديد الكويت مستهدفة اليوم نحن نعرف وأن الكويت يعرفونه عندنا تفاصيل هناك من يستهدفنا من قارج الحدود فاقة المادة 15 من المستهدف هذه أحدى أحدى المواد التي في إقرار إلغاءها إضعاف لهيبة ولدولة القانون والمؤسسات وبالتالي في غيرها كثير ورح نأتي أعتقد لذكره كما ذكرنا في السابق طيب خلينا ننتقل الآن إلى أيضا موضوع آخر أثير في الفترة الأخيرة وهو ما بات يعرف بقانون الأعدام للمسيئة الذات الإلهية ولمقام الرسول الأكرم هذا القانون تم ردة وأنت وصفت هذا القانون أن تيش بريش معلق بعريش وأقرى لدغدغة الناخبين راح أتكلم بعض شوي على موضوع إقرار هذا القانون ولكن هذا القانون في النهاية تم إقراره من أغلبية المجلس ليش اعتبرت أنت دغدغة لمشاعر الناخبين وأن تيش بريش هذا قانون أنا سميته قانون حمد نسبة لمن كان سببا في حالة الهيجان والجو المحموم اللي عاش كثيرين من النواب وكتلهم السياسية وقواعدهم نتيجة تغريدة نسبة لأحد المواطنين بالتالي التشريعات لا يمكن تكون في جو مثل هذا انظر من الدستور الكويتي وكل القوانين تشرع في ظروف هادية ومناخ صحي للتشريع هذا التشريع وقفت أول من وقف معارضا لتحت قبة عبدالله السلام مورس الإرهاب بأنواع ضدي وآخرين كانوا ثلاثة في بداية الأمر في المداولة الأولى كلنا كلنا أربعة لما انبرينا كلنا لا يمكن أن يمر هذا القانون هذا القانون من سعى إلى أن يقر بالإضافة لما ذكرت من أسباب يبي يدغدغ عواطف القواعد الانتخابية ويبي يشيل يشهر سيف ضد هني شوف التناقض هناك يبي أدافع عن رأي هنا أنا أبي أحمل السيف حتى إذا تكلم أحد لا قدر الله بما يمكن أنا أن أفسره من أن في إساءة للذات الإلهية أو للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أو لأزواجه أو عرضه وبعدين طبعا أضيف ضاف الأخ محمد هايف بالجلسة وكتاب الله وأضاف ومدعي النبوة وأضاف في الجلسة في المداولة الثانية وإحنا مقدمين دراسات دراستين قدمناهم ولم يؤخذ فيهم قلنا يا أخوان عندنا المادة 111 كما هي على إطلاقها تنص نص واسع رائع تقول كل من يزدري دينا أو مذهبا ويمسه في صميمة واضح ما بيرجع من ثالي منتاز إذن يا جماعة ليش التخصيص إن كان ولابد وبتبربسون وعلشان أحنا أيضا أمام الله هذا القانون تعتبره تبربس بهذه الطريقة التي يصيغ فيها ولهذا المشرعين ومن يراقب ولما يكتبون تقاريرهم للحكومة لما الحكومة توصي برده ويتروح لسموه الأمير ونلتقي بسموه الأمير ونتشرف بأن نبلغ هواجز المقاملات نجتمع لكم لكن مرة ثانية عشان لا يساء فهمنا بطلال هذا القانون النواب لمن أقروا كان حسب كلامهم من باب غيرة ودفاع عن الدين وعن مقام الرسول الأكرم أنت الآن بكل بساطة قاعد تصف هذا القانون ما سمعت عن الدب لما يحب صاحبة ممكن أن ينقلب عليه ويقتله وهو على بنا قاعد يلعب مع صاحبة احنا هذا مبدأ لا مزايدة فيه المجتمع الكويتي ولله الحمد أنينا من الناحية الدستورية والقانونية فهو مجتمع وفقا لنص المادة الثانية من الدستور دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيس ني للممارسة المتواترة أبا عن جد حكام ومحكومين هم النفس الإنساني الإسلامي هو المهيمن والمسيطر طيب بالتالي ليش المزايدة لا المزايدة لتحجيم آراء يعتقدوا هم غلط طيب هم يعتقدوا احنا الناس بالحسينيات قاعدة بس وتشتم وهذا غير الواقع لهذا أنا ناشد معالي وزير الإعلام والآن أكد المناشدة انقلوا للناس أيام عاشوراء من الحسينيات منها المنابر حتى يعرفوا الناس حقيقة ما يدور في الحسينيات هو تأسيد للتمسك بالذات الإلهية والاستماتة والدفاع عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته وأزواجه والكتب هذه كلها احنا سميناها بربس قلنا اذا انتوا بهذا الشكل ناوين تستزيدوا لاحيانا انك لما تزيد شيء هو والعدم سواء هذا نقص انت تزيد شيء ما في داعي لها الآن تم رد هذا القانون قبل لا يرد قل الله ضيفه ضيفه يبضيفه قولوا والأأمة من آل البيت الأطهار عليه السلام وسيدتي فاطمة عليها السلام زيدوا عشان نحس نحن أنكم راعيته تجاهل بالرغم من تقديم مذكرتين يعني لو كانوا ضايفين ما كانت رح تعتبر هذا القانون قانون تبر بس على الأقل أنت بهالحالة يتساويت بين كل المكونات وأخذت بكل الآراء وقلنا يا جماعة ماشي الحال احنا خصصنا شيء كان عندنا شيء العقوبة لم تكن كافية طيح هنا فينا واحي ما راعينا فيها الإعلان العالمي والاتفاقيات الدولية والعهود واللي وقعناه احنا من اتفاقيات ما راعيناها ما راعينا الأراء الفقهية عند عموم المسلمين بكل مذاهب ما راعيناها ويينا بتجديد مؤبد حتى الاستتابة يينا قلنا خمس سنين هذا في رأي فقه ما أخذت تبت بربسون كيفكم بس حطوا لنا لما أصار شذير رد القانون ونعرف أنه كان راح يرد كنا شايفين الرد كما نرى أصاب عنا الخمسة طبعا وقلنا لهم هذا القانون راح يرد وطلعت وناشد سمو الأمير برده وأنا اليوم باسم الشعب الكويتي أشكر سمو الأمير الله يطول عمر وصمام الأمان اللي رد هذا القانون ومنع العبث في دولة المؤسسات دولة القانون دولة الكويت راح الجوانب الدولية راح الجوانب الشرعية الفقهية بين مكونات المسلمين وغير المسلمين من من يعيشون في معايات الدولة وراع الدستور ورد هذا القانون كان جدا واضح ولكن خلينا هنا نستحضر جزء آخر أو زاوية أخرى من موضوع الرد ما تصرح فيه بعض النواب مثل النائب الفاضل عبدالطيف العميري والنائب الفاضل مسلم البراك بأن هناك حكومة خفية تدير البلد بالنظر إلى ما تم بعد رد هذا القانون للأسف هناك حكومة خفية تدير البلد خطأ ألف بالمية مؤمية بالمية هناك صمام أمان سمو الأمير أبو السلطات الثلاث يمارس حق أصيل دستوري وهو من رد هذا القانون ما هي الحكومة الخفية هذا قول مرسل هذا أي كلام هذا تبرير تبرير لفشل لإقرار شيء ما الله يقبله أصلا ولا الاتفاقيات الدولية تقبله ولا الفقه والشرع الإله يقبله ولا الدستور يقبله ولا العقل والمنطق وبالتالي سمو الأمير هو من مارس حقه بعد أن الحكومة ولديها مستشارينها في حالة الهيجان وتحت القاعة والإرهاب اللي مارسوه إحنا عندنا مداولتين كنواب حتى المواقف النواب بتشوفها تتباين بين المداولة الأولى كنا أربعة بعدين زدنا في المداولة الثانية حتى لما الحكومة وافقت هذه موافقة من حيث المبدأ لأن مارس إحنا إرهاب على وزير العدل والأوقاف قلنا هذا الكلام بطلال عشان وبالتالي الحكومة تقول ماكو حكومة خفية لا ماكو حكومة خفية أكيد ما في حكومة خفية هل هناك تواطئ من رئيس المجلس مع كتلة الأغلبية لتطبيق اللائحة الداخلية تحديدا على عبد الحميد دشتي أسمع منك الجواب على المنصة بعد الفاصل خلكم معنا الدستور الوحدة الوطنية وعلاقة الشعب بالأسرة الحاكمة ثلاثة توابط أساسية ينطلق منها عضو مجلس الأمة عبد الحميد دشتي لحماية الكويت أن أبي الدكتور عبد الحميد دشتي حذر كثيرا من الردة على الديمقراطية وأعلن التحدي عبر اعتماده على وعي الشعب ضد ما أسماه بمشروع اختطاف الكويت الذي يخطط له أصحاب الأجندات والفكر الدخيل كما يسميهم من ضفة الأقلية البرلمانية ينطلق النائب دشتي بسلسلة من الشكاوى ضد الضفة الأخرى كثلة الأغلبية فتارة يشكو من تكبرهم واستبدادهم حسب ما يقول وتارة أخرى من استفزازهم وإساءاتهم المتعمدة للأقلية كما يدعي كما لا يتوانى دشتي عن مهاجمة الحكومة التي يعتبرها حكومة الأغلبية وينتقدها بسبب الضعف وتضيع البوصلة واتباع سياسة الهون أبرك ما يكون لكن وعلى الرغم من كل هذه الشكاوى والانتقادات يعود النائب عبد الحميد دشتي ليخاطب الأغلبية والأقلية والحكومة برسالة واحدة وهي أن الخلافة في الرأي لا يفسد للود غضية ديرتنا نحميها كان ذلك شعار دشتي في الانتخابات السابقة وهو ما يقودنا لطرح التساؤلات التالية كيف تجلى ذلك الشعار تحت قبة عبدالله السالم وممن سيحمي دشتي البلد وهل سينجح في ظل الانقسام الحاد بين النواب أسئلة ستتكفل الأيام الباقية من عمر هذا المجلس بالإجابة عليها حياكم الله مشاهدين الكرام بطلال الله قبل الفاصل كنا نتكلم على موضوع رد الحكومة لقانون الاعدام للمسيء أنت صرحت بعد رد هذا القانون وذكرت بأن الحكومة ولله الحمد شربت حليب اسباع هل فعلا الحكومة شربت حليب اسباع طبعا أنا راح تكون ردودي مختصرة إلى أن ما شاء الله عندك كثير من المحاور ساعدني أهم شيء بساعدك بساعدك لأن فعلا محاور جميلة جدا أن يطلع عليها تساعد المشاهدين حكومة شربت حليب اسباع شربت حليب اسباع الحكومة كانت حكومة في بداية الأمر كثير مسايرة ومعطل الخيط والمخيط للأغلبية وبعدين هذا ظهر ابتداء من محاولة ضم استجوابين وزير المالية الأخ الله يذكر بالخير مصطفى الشمالي نائم رئيس الوزر وزير المالية لما نفض بشتة رئيس الحكومة وطلع من القاعة بعد أن لم تتجاوب مع الأغلبية ولا الرئاسة هنا بداية تنفس الصعداء حقيقة بالنسبة كأقلية لا لا حتى المجتمع الكويتي كلها كلها الكويت هذا ما كان رأيي أنا كلها الكويت قالوا معقول شذي الحكومة كسلطة يجب أن تمارس دورها دون افتئات السلطة التشريعية عليها وإحنا جزء من هذا المجتمع وكان هو بدأ من ذاك الوقت من استجواب وزير المالية من ذاك اليوم ثم جاء رد أولا سمو الأمير رد للطلب للتعديل للمادة 79 من الدستور هذا ابتداء ثم الرد بمرسوم للمادة 111 مكرر لقانون الجزاء وهني اعتبرت أنت الحكومة فعلا شربت الحليب السبع ومارست دورها الطبيعي وهذا اللي أطلقت عليه شرب حليب السبع نعم تعتقد الحكومة تستمر في شرب حليب السبع بالتأكيد الحكومة كان بداية تعول تعول على الحكومة بداية نعم عول على الحكومة أنا عندي ثقة تامة حقيقة بكل أعضاء الحكومة وتألم وتأسف على أن الآن استجوابات وممارسة شيء من الإرهاب ضد الحكومة أنا موضوع الاستجوابات رح توقف عندما معنا هذه البنور سبب استجوابات أنتو كأقلية أنتو اللي بديتوا موضوع الاستجوابات رح نتكلم عن هذا الموضوع بعد شوي لكن قبل شوي في سياق حديثك تكلمت تحدثت عن لقاء جمع مجموعة من نواب الأقلية مع سمو الأمير شاللي ممكن يقول لنا النائب عبد الحميد دشتي عن ما جرى في هذا الاجتماع هو من باب تواصل معظم النواب وأيضا إحنا كمجموعة هذا مو أول لقاء يعني يمكن هذا ثالث لقاء تم بين وبين سمو الأمير سمو الأمير كعادة يعني يسمع من النواب ويزدي النصيحة بمجملها ويتطرق للأوضاع العامة في الأقليم في المنطقة العربية ثم في الشأن المحلي ويوجه النصيحة أحنا مرتاحين أشد الارتياح والحمد لله يعني أيضا عبرنا لسمو الأمير عن امتناننا إلى أنه الراعي والحصن الحصين والمؤتمن على مقدرات هذا الشعب واستمرارية كل ما توارثنا وتطبيق للدستور تطبيق حرفيا وممارسة دورة والحفاظ على دولة المؤسسات وترسيخ حرص على ترسيخ الوحدة الوطنية واشتكيث جريرة الوطن نقلت عن مصادر في الصفحة الأولى أن نواب الأقلية اشتكوا لسمو الأمير من إدارة رئيس منجلس الأمة للجلسات لا إحنا ما أشتكينا سمو الأمير يعني نحن نعرف حقنا الدستوري إحنا قد في سياق الدردشة سمو الأمير لعلمك فوجئنا إنه يتابع كل صغيرة وكبيرة في جلسات مجلس الأمة وبالتالي في سياق الدردشة العامة نتكلم عن إدارة الجلسة لما يكون الرئيس الأخ نائب أحمد السعدون ولما يكون الرئيس أحيانا الأخ نائب خالد السلطان وشتكيتهم وبالتالي لا ما اشتكينا اطلاق الله ماكو اي شكوه ما عادتوا حتى لم تعاطكم لا سموه الامير يعرف طبعا بشكل عام بدردشة قاعدين نقول للاعلام وبالصحف ونقول تحت القبة ونبين مخالفة اللوائح ونبين حسن الادارة ونبين سوء الادارة فهذا من باب الدردشة ومو صحيح ان احنا رحنا لسموه الامير ان نشتكي على ممارسات الرئاسة لا مو صحيح طيب احنا ذكرنا موضوع رئاسة المجلس انت في لقاء تلفزيوني قبل سابيع ذكرت ان المفروض لا يسمح رئيس الجلسة بالمقاطعة اثناء الكلام وفقا لللائحة ويطبق عليهم اللائحة ولكن هذا لم يحدث مما يبين لنا تواطئ الرئيس مع كتلة الاغلبية فهو يطبق اللائحة على عبد الحميد دشتي ولا يطبقها على الاخرين هكو ازدواجية بالتعامل معك طبعا انا اعتقد الامور هذه انصلحتي لحد ما معك ازدواجية الحين لا مو ما في ازدواجية يعني فيه يصير عدم تطبيق لللائحة على بعض النواب يعني اخذ عندك على سبيل المثال قبل ايام الاخ الفاضل النائم سلم البراك اسهب وتطرق الى شخصيات غير موجودة بالقاعة واساء لها بالتالي بعض الاخوة النواب نبهوا الرئيس الا ان ما تطبق عليه اللائحة ما تسكتها ما تقاطعها كان رد الرئيس ان انا راح اشطب هذا الكلام لا يكفي هذا شطب الكلام بعد ما تشرب مروقها وبعد ما يساء لاشخاص غير موجودين كأنك تقول اكو كيل بين مكالين فطلع الله طبعا اكو اي طبعا لازال مستمر لان احنا ما اعتدنا يعني ان نقاطع اي احد من الاخوة عندما يتكلم نعطيه حق ويرتاح متى تبدأ مقاطعتنا لما يصير تجاوز على اللائحة لما يصير تجاوز للمادة تحديدا 79 والمادة 88 منسيء لاشخاص مموجودين في القاعة نبه الرئاسة نبدأ ان نقاطع ان نطبق اللائحة لكن فيما اخص عبد الحميد دشتي الان الرئاسة مقعت مارس استهدافة في تطبيق اللائحة اعتقد في الوقت الحالي لا اعتقد الان في الوقت الحالي هذا الموضوع هذا ممكن يفسر لنا السر الابتسامة الساحرة اللي كانت بينك وبين رئيس مجلس الامة سيد الفاضل انا اعتقد قبل يومين اللي انجرتها كل الصحر رئاسة المجلس وكتل الكتل السياسية ونوابها في المجلس والاخوة الزملاء في بداية الامر كان يايين وشهرين السيافهم على عبد الحميد دشتي سيوفهم على عبد الحميد دشتي ما دل ليش مكونين فكرة حاسبيني على العهد الماضي حاسبيني على نواب السابق حاسبيني على بتكلم انا بعدين ليش هذا الاستهداف لعبد الحميد دشتي ولكن ما جاوبني على جزئية ان اللقطة اللي انشرتها الصحف والحديث الباسم جدا بينك وبين رئيس مجلس الامة انا دائما شاللي داب بينكم ما عندي خصومة مع اي ان كانوا من النواب اتمسك بحقوقي الدستورية وادافع عن قضايا اللي انا مؤمن فيها تحت قبة البرلمان طيب وبكل رقي وقانونية ولائحية وشراسة احيانا اذا ما واجهت شيل من المحاولات للتأثير ومقاطعتي ما جاوبنا على زملاء بنفس الوقت انا علاقتي طيبة ودائما في مداعبات بيني وبين الكل وبين زملاء انا يفترض اني متعايش معاهم اربع سنين عليهم ان يحترموني وعلي ان احترمهم وبالتالي عندي انا دائما افشات وعندي بعض المواقف شنو القفش اللي قلتها لي احمد السعدون اللي يعني الاخ احمد السعدون مشكورا يعني الاخ رئيس المجلس بعد ان يعني صار هذا التحول وانصاف الكل ومحاولة يعني اخذنا لحقنا في الكلام وبالتحدث وابداء اراءنا وافكارنا تحت قبة البرلمان طيب اشوف المضبطة ولا مشطوبة منها بعض العبارات عباراتك انت اي عباراتي فاخر مرة يعني لما في استجوابي الشمالي قلت يعني هذا الاستجواب لا يرتقي في محاورة وان يكون سيناريو لحزاوي يدتي حبابه وغيره من الكلام اعدت مرة ثانية بعد ما خلصنا رحت قلت له الاخ الرئيس لا يكون يعني طالبك طلب الحجي اللي قلت اليوم خصوصا ما يتعلق بالمضيفين والمضيفات في الكويتية في الكويتية لا يكون يعني تشطب هذا الحجي يخلى للتاريخ قلت شماحيط انا قلت شماحيط تعود على المضيفين ولم اقول شمحوطات عشان تعود على قلت لو تراجع فمن باب المداعبة قلت له قال لي وبعد ما تبيني اشطب وقاعد تقول هذا الكلام فكانت الابتسامة سبب هذا مردت المياه لمجاريها يعني خلينا نقول بينك وبين لا الاخ احمد السعدون رجل لائحي ورجل دستوري ورجل يعني عنده حسن ادارة وما عنده خصومة ما عنده ما عنده مردت المياه لا تعال شوف شوف الاخ احمد السعدون بالاخير يقول رأيها ويدير الجلسة وبالاخير تشوف تصويته وهي الاغلبية هو ملتزم مع الاغلبية في مواقفه في تصويتاته كل شيء ولكن لما يدير الجلسة يجب ان يديرها بشكل انت تعتقد انك قاعد يديرها الان بشكل جيد انت راضي عليه يعني بنسبة خلينا نقول ان شاء الله يعني بوعب العزيز هو اكبر من ان يقيم ولكن طالما هو شخصية عامة لا يعني يديرها بنسبة تسعين بالمية تسعين بالمية شوية يعني الهواء يميل للاغلبية احيانا يطوف مثل الحادثة اللي قلت لك عليها على طريق رئاسة رئاسة المجلس تقييمك لعداء النعب الفاضل خالد السلطان نعب رئيس المجلس لاداثة للجلسات باختصار بوليد يعني لما يدير الجلسة يديرها شوية بشكل يعني شوي ودي وعفوي زايد يعني ويخليها احيانا تصير شربة يعني لكن بالاخير بصراحة تدار الجلسة وتتخذ قرارات وتصير في تصويتات ادارته اسلوبه ونهجه يختلف عن اسلوب ونهجه 90 بالمية اعطيت حق احمد السعدون حق السلطان على ادارته نعم خمسين زين خمسين طيب خلينا ننتقل الى موضوع رفع الحصانات هل في ازدواجية في موضوع رفع الحصانات فيما يخص تحديد النواب الاقلية البرلمانية بصراحة شوف الامانة موضوع رفع الحصانات هو يتفاوت ما بين اولا القرار لما يتخذ فيه اللجنة التشريعية اللجنة التشريعية تبحث مفصلا وتشوف الاوليات وكل المستندات المرفقة والمصاحبة ويفترض وهذا ما يتم هي تدعو الطرف اللي هو النائب المطلوب رفع الحصانة عنه وتسمع من عنده وبالتالي تشوف تبحث في مدى توفر الكيدية من عدمه في التأثير على على اداءه في البرلمان هني المفارقة هني تاخد قرارها هني المفارقة بطلال ان اللجنة التشريعية فيما يخص عبد الحميد الدشتي تحديدا في احدى القضايا المرفوعة ضدك صوتت بعدم الموافقة على رفع الحصانة عنك لكن لما راح الموضوع الى تحت طبة عبدالله السالم تم التصويت لرفع الحصانة عنه شو تفسر هذا باختصار اولا للأسف لما يروح الموضوع وراح في يومها كانت في ثلاث حالات يمكن المفروض المجلس يصوت ما يتعب مع ما قررته اللجنة التشريعية يفترض الا اذا في واحد دارس وباحث وواصل الى قناعة مختلفة للاسف معظم من اخوان النواب اما ان عندهم مبدأ عام هو مع ان ترفع الحصانة عن اي نائب عشان لا يتمترس ورا هذه الحصانة عشان لا يضي حقوق الناس هذه نوعية موجودة وهي موجودة بالمجلس نوعية اخرتي ما تدري وين اللحظها ولا تقرأ ولا تقطع ولا شيء في حادثي تخيل رئيس اللجنة التشريعية الاخ الدكتور وليد شوف تصويت الاخ وليد وين في القاعة في اللجنة التشريعية بالاجماع باجماع الاراء بما فيهم ضد الرفع ودكتور وليد بالجلسة لان الربع والاغلبية يا ابو الراس عبد الحميد دشتي مع العلم ان انا مترفع وطلعت من القاعة انا طلعت من القاعة ولم استجدي من احد لاني لا اتمترس خلف الحصانة واعرف سلامة موقفي لاستكمال التحقيق في النيابة في قضية كيدية وثبت للتشريعية كيديتها وساثبت امام القضاء كيديتها تخيل الاخ وليد ما رفع ايده حتى يكون مع تقرير اللجنة لان كان بيرفع ايده الاخوان الزملاء اللي يمه بالاخير اللي هم دائما احنا على خلاف وجهات النظر في قضايا مركزية وملفات اساسية نزلوا ايده فنزل ايده اهني اهني لان عبد الحميد دشتي زملاء النواب اللي قاعدين معه هذي شوية اللي فيها عيبة وما هي زينة على طالي موضوع رفع الحصنات ابو طلال اليوم كان في خبر منشور في صحيفة الراي زميلة صحيفة الراي عن فيما يخص موضوع اقتحام مجلس الامة عن تطوع نحو 120 محامي للدفاع عن المواطنين والنواب المتهمين باقتحام مجلس الامة عبد الحميد دشتي بصفة محامي كيف ترى مسار هذه القضية باختصار انا دردشت مع الاخوان وقلت لهم احنا سنكون امام معظلة لان 67 متهم تقريبا منهم 9 نواب وهذه راح تخلق حالة من الفزعة وبالتالي هؤلاء راح يدافعوا عن متهمينهم من هو الطرف الاخر النيابة العامة ممثلة ولكن النيابة العامة لا تدخل في التفاصيل في الاخير تقول رأي بكلمتين طيب من اللي راح ييمثل وجهة النظر الثاني خاصة وانه في بلاغ اخر يشكك في عقيدة القاضي والاخ الفاضل النائب علي الراشد تقدم بقضية اول شي شكوى ضد مكتب المجلس لانهم اصدروا بلاغ ثاني ويطلب استبعاده الامر الثاني تقدم امام المحكمة الادارية لبطلان او التظلم من هذا القرار باعتبار قرار اداري اللي هو البلاغ الثاني مطلوب من المحاميين الكويتيين واهل الكويت والنواب اللي يعتقدون من ان جريمة اقتحام المجلس يوم اربعاء اسود والمفروض ان يكون هناك من يعري هذه الوقاعة امام الرأي العام وامام القضاء ليبينها تفصيلا حيث ان التزوير اللي حصل في البلاغ الثاني ان اقتحام المجلس عنوى طبعا لان اقتحام المجلس عنوى والتكسير واستخدام العنف من اسباب التجديد بالحكم الى ان يأتي البلاغ الثاني اللي يقول قد دخل النواب دخل يعني تشرعت الابواب وهذا على غير الواقع ثم اتلاف وانتو كلكم اهل الكويت شافوا اهل الكويت شافوا الاطلاف اللي تم ثم تعقيل الجلس لان تعقيل المرفق عام ايضا من اسباب التجديد يعني هذه اذا ما صحت قد تأخذ المتهمين الى احكام اقصاها المؤبد اقلها سبع سنوات ما في طرف ثاني رح يدافع عن الحق العام ما في طرف ثاني رح يعري لان عادة المحامين محامي الان بشرت اهل الكويت بانهم سيدافعون على المتهمين من سيدافع في المقابل فاحنا دردشنا وقلنا للاخ علي الراشد الزميل والمفروض اخرين يتدخلون تدخل هجومي حتى يبينوا ايضا للمحكم انهم يتدخلون لانهم اصحاب مصلحة هم من المواطنين اللي اعتدي على حرم يتدخلون مدعين بالحق المدني بصفتهم متضررين ويبينون حقيقة الامر للمحكمة كان قاعد تحرض اكثر قاعد تثير هذا الموضوع خلينا نهدي الوضع اكثر قضية اقتحام المجلس جريمة مشهودة وكان يجب التعامل معها كجريمة ابتداء من يوم اقتحام المجلس وهذا لم يتم للاسف تراقت الحكومة انا ذاك الان الامر وصل الى القضاء القضاء هو الفيصل بس يجب حتى يفصل القضاء لا بد من ان يسمع وجهتي النظر لانه اذا ما في محامين يدافعون عن حق المجلس اعضاء المجلس ما رح يرسلون احد يمكن رح يرسلون محامي واحد وبالتالي من يعتقد من ابناء هذا المجتمع ان تضرر نتيجة الاقتحام في افعال تشكل جرائم يجب ان ينبري ويجب ان يتدخل تدخل هجومي ويدعي بالحق المدني وايضا الاخ علي الراشد واعتقد الاخ محمد جويهل ايضا تدخل بالشك هل تمارس الاقلية البرلمانية البهرجة الخطابية في مجلس الامة راح اسمع منك الجواب على المنصة بعد الفاصل خلكم معنا موسيقى الاعتراض على شطب ما ورد المضبطة مقبول لكن الاعتراض على شطب او الغاب بعض ما هو مسجل بالتلفزيون هذا صاحية مطلقة في اللائحة لرئيس الجلسة يعني لا يجوز الاعتراض عليها انما الاعتراض فقط على شطب العبارات من المضبطة شكرا 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 اتمنى بس يعني الاخ دكتور وليد حمد الله على السلام عقوب ردة البوسنة كلك نشاط ما شاء الله اتمنى ان يستند على اي مادة انا مستند على المادة 33 باستخدام حقبي في اللائحة وبالتالي هذا التصحيح اللي طلبته في امر يعني في غاية البساطة او امر جوهري يؤثر ايضا في كلامي للمستقبل فاتمنى على الاخ وليد يعني ان يسحب الكلام اللي يتفضل فيه الرئاسة ليست مطلقة لكن اذا فيه كلام فيه خروج على اللائحة مخالف لأي مادة من المواد او في انحدار بلغة الخطابة لا قدر الله هذه ممكن ان الرئيس ينفرد في ان يشطبها شكرا لأخ الرئيس موسيقى 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 بطلال الاتهامات عديدة للأقلية البرلمانية راح استعرض بعضها أمامك الآن النائب الفاضل الدكتور فيصل مسلم يسعون لتعطيل أعمال المجلس النائب الفاضل فلاح الصواق بعض أعضاء الأقلية يحاول جاهدا تأخير إنجاز هذا المجلس وتعطيل أعماله النائب خالج خير الأقلية الحالية تمارس تعطيل أعمال المجلس كما فعلت عندما كان عضاوها أغلبية في المجلس السابق بشكل هذه اتهامات لكم الله مع كل التقدير والاحترام يعني ما يخالف أنا ذي لأصدقائي بس عندي مثلين انقلتهم والله يزعلون علي يعني ولكن بتحفظ ما راح أقول المثلين منين منين يا يلا شوف من الأخوة الزمل اللي قالوا ما حد خالق لنا فوضى ولا حد يتجاوز اللائحة ولا أحد ينحدر أحيانا بلغة الخطابة ولا من قادتهم أم الأخوة اللي سميتهم يعني وآخرين أيضا ولا إحنا وين يا حظي يا الله كل اللي عندنا خمس دقائي لا وحيانا لما تصير قضايا حساسة يصوتون الأغلبية نبي انقلص الوقت إلى ثلاث دقائق ثلاث دقائق تقول بسم الله الرحمن الرحيم وتصلي وكذا وخلصنا راح الوقت وين أكو وقت الاستعراض والبهرجة الاستعراض والبهرجة يصير في الاستجوابات يصير لما تكون متحدث عندك ربع ساعة فهذا مو صحيح احنا نمارس دور ونحاول نوصل الرسالة وبسرعة ومعمق لأننا ما عندنا وقت طيب نائب الفاضل السابق الدكتور حسن جوهر في إحدى مقالات تنتقد الأقلية وذكر ما يعرف بالمعارضة الجديدة أو مصطلح عليه أخيرا بالأقلية النيابية هو في الواقع مجرد محاولة أخيرة لإثبات الوجود من خلال البهرجة الخطابية والاستعراض في استخدام الأدوات الدستورية بأي صورة كانت الأقلية تدرك تماما أن لا حول لها ولا قوة ولا تستطيع أن تهش أو تكش سياسيا فعلا لا تستطيع لا تهشون ولا تكشون مشكور دكتور حسن لا انت تعرف اللي احنا قاعدين نسوي أكثر من اللي انت تقدر تسوي شو اللي قاعدت سمونا احنا لنا ولله الحمد بل رغم من انهم أغلبية شوف اللي قاعدين ينجزونا النواب المستقلين اللي سمونا أقلية احنا فدائيين هذه المرحلة احنا قاعدين نوقف العبث العبث مثل ما قلت في التقرير اللي حطيته في بداية الحلقة احنا اللي قاعدين نحاول أن مهرج علامية لا مو مهرج علامية مهرج خطابية بعد أن ثبت لنا ما كنت أصرح فيه أيام الانتخابات لا وشفت اللي أسوأ أنا كنت أعتقد أن مرحلة حرجة وهذا للأسف تأكيد لقلق أهل الكويت وهناك تعدي وهناك استهداف للدستور لما دخلت المجلس تبت لي أن هناك ما هو أسوأ هناك تدخل لدوة خارجية وهناك أدوات من النواب ومتمصلحين ومتنفذين لتنفيذ الأجندة الخارجية وللأسف واللي أكثر شفت شفت انحدار بلغة الخطابة للأسف شفت أن نحن مضطرين أن نترك الدستور والقانون ولغتنا الراقية وما جبلنا عليه جانبا وبالتالي تصدين الدكتور حسن على أيامه ما كان أكون شديد وبالتالي أنا أقول الحمد لله أشوى أن الدكتور حسن بهذه الفترة مرتاح لأنه لو كان موجود وهو لو بينعد معانا أنا أعتقد كان يتعب لأن الكاركتور ما للدكتور حسن ما يخدم في هذه المرحلة إلا إذا بيصف مع الأغلبية مثل ما كان في آخر أيام مثل ما أنت تقول عيل أنتو تهشون وتكشون في المجلس طبعا إحنا وعودنا يدخن وإحنا فدائين هذه المرحلة ولن نتخلى عن دورنا لأن أهل الكويت الأمة اختارتنا لأن نكون في هذه المرحلة الحساسة لأنهم عارفين العبث اللي قاعد يصير ذكرت قبل شوية في سياغ كلامك موضوع هذا دائما دكتور عبد الحميد ديشتي يثير هذا الموضوع موضوع التدخلات الخارجية أنت كان لك تصريح ذكرت بأن مجموعة من النواب الأغلبية وصلوا بأصوات المزدوجين أتينا بيد هذا الشعب ولم نأتي بباصات من خارج الكويت قبل الانتخابات بساعات بلغ عددهم 56 ألف وكثير من الأغلبية انتخب بهذه الأصوات فمن انتخبنا أبا عن جد في الكويت كاعد تتهمهم وتقول أكو باصات من الكويت والبعض يعرض عليك بكل صراحة يقول لك هذا كلام مرسل إعلامي لا سند له أولا الباصات مصورة وعندنا أرقامها والأعداد الناس شافتها وليل حين حتى الحين في جلسات الشو الاستعراضية اللي يحرص عليها بعض النواب الأغلبية لما يسوونها تشوف أرقام السيارات السيارات ما هي كويتية تلف المجلس ولبس الشمغ والاقتر والعقل والكاركتر ما هو كاركتر أهل الكويت متواجدين هذا موضوع آخر ساعل ماركة هذا تدخل شكوا ذيلا في برلمان الكويتين هميون وصافين وداشيين البرلمان برلمان متوح وكثيرين برلمانات العالم ماكو احنا عندنا فوضى الآن في البرلمان عندنا فوضى وهناك خشية أول أمس واحد مننا ذيلا اعتدى على أحد النواب واعتدى عليه الاعتداء باللفظ وما أكثر الاعتداء بالعقال سمعتوا عنه شيبهم ذيلا شكوا عايزنا ونقول ضبطه البرلمان ما علينا هذا ثابت تدخل الباصات وصلوا النواب إلى البرلمان بأصوات يات عن طريق باصات من خارج أكثر من 56 ألف وهذه الحصائيات موجودة واتمنى على ما سمعنا إلا بعض نواب الأقلية يقولون الكلام ما سمعنا وإن شاء الله أنت مفكر أنه 30 ألف واثنين وثلاثين إن شاء الله أنت مفكر أنه ذيلا ذيلا يا ابن الحلال أنا من يومين شافني واحد من الإخوان ياه في موضوع التجنيس وطلب مني أتوسط له قال يا أخوي أنا والله جنسيتي خالصة بس بالأخير قالوا لي ما يصير لازم تقيم بالكويت صار لي شهرين أنا مقيم ليش ما يجنسوني وتي بس وقت الانتخابات وتي تصوت وتختار الكويتيين المجلس هذا الأصل اللي قاعد تقول كان ماشي في السابق لا هم يعرفون أنه كثيرين عندهم جناسي مزدوجة يقعد إيه بس مطلوب منه إيه وقت الانتخابات وبعدين طبعا يسجلونه بوظائف وخلافة ويزرقونه عن البصمة ويأخذ رواتب إحنا عندنا ما يثبت أنه هناك أكثر من 13 نائب يتردد خلال الستين يوم اللي كانت ما بين حل المجلس السابق إلى المجلس انتخاب المجلس اللي إحنا فيه كانوا يترددون على قطر بشكل مستمر وغيرها بتدخلات الخارجية أنتوا أيضا في النهاية هناك اتهامات لكم أنتوا كنتوا تترددون وانت يعني كار عبد الحميد دشتي تتردد على بعض الدول ومن ضمنها سوريا فليش أنت تصادر حق الآخرين فينهم يروحون للقاعات تلفزيونية للقاعات اجتماعية وتصفها أن هناك محاولة لدس السنب العسل والله إحنا كنا نتمنى أنهم يوافقون على اللجنة اللي طلبنا تشكيلها في ثاني جلسة لمناقشة شبهة التدخل الخارجي بالمال للتأثير على الانتخابات وتربح وتنفيع بعض النواب وتورم حساباتهم وحساباتهم وردوا عليكم ورفضوا المقترح لا ردوا عليكم قالوا هذا الكلام أثير في بعض وسائل الإعلام ولا سند له ولا أسان لا وإنت صاج الحكومة قالت لنا يا معودين تكفى شيلوا اسم الدولة عن الإحراج وإحنا نوافق لكم شيلوا اسم الدولة وشيلوا اسم الشخص الشيخ رئيس الوزراء المعني رحنا شطبناهم بعدينينا يلا يا حكومة صوتت الحكومة مع الأغلبية يبوني طمسون الحقاق أول أمس يا رجل قضية الداو كل ساعة الداو بنناقشها بنخصص ساعتين عمك أسمخ تصهين ما يبوني ناقشون لأن فيها فضايح وهكذا وبالتالي التدخل احنا ثابت عندنا التدخل الخارجي ومن خلال المزدوجين ما في مبالغة ما في مبالغة ولا تسخيم هذا الكلام أبد لا للأسف لم نعطي هذا الموضوع حقه بالمحاولة سلبنا حقنا في أن نعري هذه الحقائق ونكشفها الأمر الثاني للأسف اللي قاعد يمارس في القاعة اليوم من هيمنة للأغلبية والتصويت بالتالي المواضيع اللي يبونها تصير لأن موضوع التحويلات ما وقال ممكن ما عندكم أنتوا حجج قوية ودامغة ممكن تقيمونها على الأغلبية وبالتالي يصفون معكم يلا أتحداهم يقبلون أتحدى الأخوة في الأغلبية أن يقبلون لجنة التحقيق في التحويلات الخارجية لتنفيع نواب بعينهم للدفع بهم للبرلمان لتنفيذ أجنداتهم خليوا يوافقون وذي تساعة نوريهم احنا شنو اللي عندنا طيب وهكذا خليوا يسمحون أن نفتح باب الازدواجية في الجنسية والعبث اللي صار بالتجنيس قدمت أنت اقتراح قدمنا اقتراحات وسنظر نطالب لأن العبث اللي تم بتركيبة سبطانية والتجنيس لا يمكن أن نوافق عليه ولا يمكن أن نسكت عمل البعض اعتبر مثل هذه الاقتراحات اهانة لأهل الكويت أي اقتراحات اهانة اقتراح الخمسين ألف دينار اللي أنت أحد مقدمينه طبعا المختراح ما بيدخل في تفاصيل المختراح كانت لمبرراته يا معود إذا بيفقنا من شرة ويبي يوقف استغلاله لثروات الكويت ويبي بيت ويبي جنسية ويبي عبث وللأسف اللي قلبه مو عن الكويت ويضرب في مكوناتها وينشر ثقافة ولا يحترم ثقافة هالكويت يا معود يغور بستين داهية ويسقط جنسيتها الكويتية وياخر خمسين ألف نضحي بخمسين ألف في مبررات لهذا الكلام خلوا مجلس يكون بيور خلوا مجتمع يكون بيور لا الكويت ما هي بيور الكويت كلها ما هي بيور اليوم الارث المتوارث من الثقافة اليوم واحترامنا لبعضنا البعض كمكونات كويتية يوم كانت الكويت رملوا بحر يوم ما فيها قار تعرفون أهل الكويت شون كانوا يتعاملون اليوم شاية ثقافات اللي ياتنا لا نرجع مرة ثانية وبالتالي اليوم ما نشهد من انحدار أحيانا بلغة الخطابة والشتايم والمسبات في البرلمان هذا لم يكن بين أهل الكويت إلا بعد ما للأسف كان موجود كان موجود بواسطة المزدوجين واللي يدخلون بالباصات قبل الانتخابات بنوعية معينة في المجلس طيب هذا الموضوع مرة ثانية انت ذكرته ولا يوجد هناك على أي دليل ولا هناك أي قضايا مرفوعة أمام القضاء خلينا أضع نقطة على هذا الموضوع كتلة الأقلية كان لك تصريح انت قبل في شهر أربعة الماضي بالنسبة للأقلية لا يوجد نية لدينا لتكوين كتلة برلمانية ناب الفاضل صالح عاشور من أيام انشرت بعض الصحف الكويتية عن نية الانسحاب من كتلتكم وعدم حضور اجتماعاتكم التنسيقية هل أكو كتلة ما أكو كتلة عندكم اجتماعات تنسيقية الأقلية قصدنا المستقلين الأقلية الأقلية وبالتالي هم سموها كتلة الأخوان في الأقلبية كل واحد من النواب في هذه الاجتماعات التنسيقية عقله برأسه ويعرف خلاص هناك من يقدم استجواب احنا الآخرين قد لا يكونوا موافقين عليه أداء لنكم مو كتلة لن كتلة نقعد 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 صالح عاشور أكد بأن لن يحضر هذه الاجتماعات ليش هذا رأيه ليش يعتقد أنه ما لم يصلح في النهاية هو محسوب على كتلة الأقلية لا هو مستقل ينسجم ويلتقي مع الأقلية في مواقف معينة وقد يختلف معها وهكذا موقف أي واحد من الأخوة الأخ السيد الله يحفظه سيد عدنان عبدالصمد الأخ عحمد لاري سيد حسين القلاف مطال أنت تؤكد أنه ماكو كتلة ولا هناك نية لتشكيل كتلة والأخ علي الراشد والأخ محمد جوهل الأخ نبيل الفضل ماكو كتلة ولا أكون نية لتشكيل كتلة ولا أكون نية لتشكيل كتلة طيب بعض الخدمات الخبارية قبل أيام تحدثت عن اجتماع خاص في أروقة مجلس الأمة تم بابين دكتور عبدالحميد دشتي النائب محمد لجوهل والنائب السابق الفاضل الدكتور رولا دشتي صحيح؟ تصادف وجودنا عند الأخ الأمين العام أبو أنس وتقهوينه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كانت الأخة الفاضلة بنت العم الدكتور رولا هي اعتادة تتردد على البرلمان بين وقته آخر من باب التواصل كانت موجودة أو بالأحرجات وأنا والأخ محمد جوهل قاعدين أنتقهوين خير شر ما في اجتماع ولا انطرحي موضوع طيب أثرت موضوع في الجلسة الأخيرة موضوع رسالة أبناء الأسرة وتحدث عن رسالة موجهة إلى مجلس الأمة من قبل عدد من أبناء الأسرة الحاكمة حوت استياءهم مما ذكر في بعض الجلسات خصوصا أنه غير نائحي ولا دشتوري وعبروا فيها عن استياءهم لتناول أسماءهم ضمن بعض النقاشات البرلمانية عطنا بعض التفاصيل هذا الحرج اللي يقعون في بعض الأخوان من النواب عندما يسيئون للناس الأفاضل وأشرافها الكويت اللي مو موجودين تحت القبة فألمت بوجود رسالة ووصلت لمسخة منها وكنت قد دعيت إلى مؤتمر صحفي عقدة باتشر الساعة عشر ولكني أتمنى أن أوصل عبر قناة الكويت رسالة لكل إن سيكون إن شاء الله المؤتمر الصحفي في تمام الساعة الواحدة ورح تتكلم عن فحوى هذه الرسالة رح تتكلم عن فحوى هذه الرسالة ورأي فيها وأيضا رأي في الرئاسة ولماذا لم تدرج وما هو مضمونها وكيف يجب أن نتعامل مع هذه الرسائل بالذات لما يكون فيها تطبيق حرفي للدستور واللائحة وخصوصا لما يصير في التجاوز للمادة 79 والمادة 88 ونسيء لأشخاص هذا إحنا قاعدين نرقع الحين ونتحمل لأن من أسيء لهم من حقهم أن يعترضوا على هذا وهم مو موجودين فلما يرسلون رسالة يجب أن يعطوا هذا الحق وأيضا من حقهم أن يلجأوا للقضاء فيما تضرروا إليه ما هو موقف عبد الحميد دشتي من استجواب النائب محمد الجويه المقدم الثاني المقدم لوزير الداخلية اسمع منك الجواب وطلال على المنصة بعد الفاصل خلقكم معاني موسيقى 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 بطلال مجموعة من القضايا في الفاصل الأخير عاد تساعدني بالاختصار عشان نحاول نغطي أكبر عدد ممكن من هذه الأسئلة مجموعة من الاستجوابات الآن اثنين منها من نصيب وزير الشؤون وهناك استجواب مقدمة نائب محمد الجويه اللي هو وزير الداخلية شونه تتوقع ما صير هذه الاستجوابات خصوصا راح تكون متقاربة تقريبا في وقت واحد يفصل بينهم في اليوم واحد أعتقد بأن كل هالاستجوابات لن ترنوا ثلاثة أي نعم ولكن سؤالي ليش بله ليش الأغلبية لحظة الله سرجعنا ليش أعتقد الآن في محاولات ممارسة نوع من الضغط والإرهاب من قبل الأغلبية على الحكومة بأن يعاد تشكيل الحكومة ويأخذون عدد يعني أكبر من الأخوان في الأغلبية توقع هذا ممكن يصير تعديل وزاري؟ أتوقع يعني والنواب الأغلبية راح يشاركون؟ أتوقع يشاركون أو ما يشاركون أعتقد بالأخير أتشوف المفاوضات ومحاولات الابتزاز إلى أي مدى بس أنا متأكد أن الحكومة شاربة حليب اسباع بالأخير لن تقبل إلا بما هو منطقي وينسجم مع الدستور وبالتالي إن ستقول هذه الاستجوابات الثلاثة لن ترى النور حسب المعلومات أتوقع ولكن سؤالي مو هذه الأغلبية المفروض تي وتنتبه اليوم إلى أنها وعدت سمو الأمير على الأقل بأنها ستشر ستكون هادئة وستعين الحكومة على خطة التنمية وين قوانين المرأة اللي قدمناها المرأة تبي راتب تقاعد تبي اسكان وين تعديلات على المعاقين قانون المعاقين وين قانون الوحدة الوطنية ومكافحة التمييز اللي أنا قدمت من شهر أربع إذا عندنا أولوية المفروض نعطي أولوية لقانون مثل هذا لأن هذا ما يحفظ الكويت في مثل هالظروف وين قانون محكمة الأحوال الجعفرية لأهلكم أهل الكويت مو والله قرار بالتشكيل دائرة للنظر في الأحوال الجعفرية ليش ما يكون هناك محكمة بكل درجاتها إلى التمييز لأهلكم أبناء الطائفة الجعفرية ما يعتبرونها من ضمن الأولويات ليش ما يعتبرونها من الأولويات ليش يعتحملهم هذا القانون هذا المقترر طيب البدون ما هي من الأولويات طيب طيب 2026 هناك إنذار من أننا لن نستطيع بالوفاء برواتب الباب الأول والأجور والمكافآت ما هي التصورات اللي قدرنا نقدمها الشي اللي سويناها بأي لجنة قاعدين ندرس إحنا هالأمر مو من باب أولى الأغلبية تتعاون مع الحكومة طيب شنو الشيين اللي شافوه بالحكومة الحكومة من ضمن حكومة رائعة بكل أعضاءها رحت وفرطتوا بالأخ الوزير الشمالي على شنو من باب الانتقام بس والآن قاعدين تفكرون تنتقمون الوزير الرجيب وتنتقمون من وزير أيضا الدفاع بالاستجواب أيضا وأيضا على شنو على الشعب الكويتي أن يعرف طيب ما وعدوكم في الأغلبية لم يكونوا صادقين معاكم هم يفتعوا للأزمات لأنهم يتوقعوا بأن يكون هناك حل في يوم ما قريبا حتى أن والله هم اعتادوا على اختلاقه هالشو والاستعراضات وبالتالي يعاد انتخابهم عليكم أنكم تقيمون يا الشعب الكويتي وتشوفون موعدوكم فيه وما أنجز واضح بطلال كلامك أثير أيضا في الفترة الأخيرة مجموعة من المطالبات لتعديل الدستور ومن ضمن بعض المطالبات وجود رئيس وزراء شعبي أنت ذكرت في تصريح في يناير الماضي قبل وصولك إلى قبة عبدالله السالم هذه الدعوة ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب الشعب لن يسمح لكم بالتلاعب في الدستور والتدخل في اختصاصات الأمير أرفض هذا الطلب المشبوه وسوف أقاتل إجهاض هذه الدعوة لازل تعتبر هذا الطلب المشبوه قلتها تحت قبة عبدالله السالم قبل الأيام قلت يا اليومي وأهل الكويت قبل هاليوم اللي نشوف فيه رئيس وزراء شعبي هذه المطالبات هي نتاج التآمر على الكويت من برة احنا والله هذه الخطوة ظاهرها الرحمة لأن لو كان هناك في السياق الطبيعي للتطور الديمقراطي والممارسة الديمقراطية وتفعيل مواد الدستور وتحقيق العدالة والمساواة دون تمييز بين كل مكونات الشعب الكويتي وآن الأوان لأن يكون لدينا خطوة متقدمة أيضا أخرى للمزيد من الحريات المزيد من الديمقراطية باختيار الرئيس وزراء الشعبي فليكن لكن مو هذا واقع الحال هناك انقضاظ على الدولة المدنية هناك محاولة للعبث بالدستور من خلال اقتراح تنقيحات لكثير من مواده وأسلمت الدولة والانتقال بها من دولة مدنية إلى دولة دينية وفي لحظة من اللحظات قلتها طالبانية ولكن دولة طالبانية طبعا وكثير من القوانين اللي قاعدت تجني هذا الكلام في بالتالي احنا نعول على الحكومة اللي شار بحليب اسباع ونعول على ابو السلطات وسموه الأمير ولله الحمد عسى الله ياخذ من أعمارنا ويمد بعمره لأنه اليوم صاحي لهذا العبث اللي قاعد يصير بهذه التشريعة أنت أيضا ما ساهمت بين قوسين ها خلنا أنا أستعر كلامك نعم في هذا العبث بالدستور لما انقدمت فكرة قانون تعديل الدستور عبر قانون توارث الإمارة هذا البعض قال أيضا هذا نوع من العبث هذا حتى الآن هذا هو القانون لم يقدم قانون رائع لم يقدم لم يقدم وهو قانون رائع لأنه هو أما من اختصاصنا كنواب إذا ما اقتنعنا فيه الثلث لنتقدم فيه لكن صاحب الأمر فيه هو سمو الأمير الله يحفظه لأن هذا يدخل في صميم اختصاصه ليش تعطي نفسك الحق لا هذا بالعكس هذا يبرد قلبها هذا يبرد قلبها الكويت هذا يحصن المادة الرابعة يحصن بيت الحكم هذا القانون بالعكس للمزيد من إسباغ الحماية والتحصين لأسرة الصباح بيت الحكم اللي نتمنى أن نراهم حكام ما حيينه إلى أبد الآبدين طالما هناك دولة يجب أن يكون الالتزام بالدستور وخاصة في نص المادة الرابعة من أن ذرية مبارك الصباح هذا يرسخ هذا أما القوانين الأخرى اللي يقترحونها هي إجهاض وهي الإفتئات ومحاولة الإنقضاظ على الدولة المدنية طيب خلينا نضع نقطع على موضوع التعدلات الدستورية وانتقل بشكل سريع إلى موضوع غير محددي الجنسية البدون عبد الحميد دشتي عضو لجنة البدون ماذا قدمت لجنتكم للبدون هذا موضوع واسع لكن أنا في الأخير أقول أن اجتمعنا مع الأخ الفاضل صالح الفضالة رئيس الجهاز المركزي والأخوة المعاونين وشرح لنا هناك سياسة وآلية وخارطة طريق رائع فيها بعض القصور أحيانا ولكنه بعض القصور بعض القصور موجودة نعم بالفاضل فيصل أدويسان كان معنا على المنصة قبل الأسابيع وذكر بأن ما تقوم به هذه اللجنة مو لجنتكم ما يقوم به الجهاز المركزي هو ليس أكثر من أبر تخدير لموضوع البدون الأخ فيصل أدويسان يريد تحقيق نتيجة في الأخير يهم المشكلة هذه أنا أعتقد الصفحة تنطوي وأنا أوافقها ولكن الفرق بيني وبين الأخ فيصل أني أنا عايش في المشكلة أنا في لجنة البدون أنا التقيت بالجهاز وزرت الجهاز وعندي تواصل يومي من مستشارين وموظفين ومندوبين من مكتبي مع الجهاز ثم التقيت بكل من الدردشة الأولى مع الجهاز ورئيسه استدعت الحاجة إلى أن نلتقي مع وزارة العدل مع الفتوى والتشريع مع الأجهزة المعنية وقيود الأمنية تعول على هذا الجهاز أمن الدولة والاستخبارات والأمن العسكري وكذلك الأدلة الجنائية وعملنا كثير من الأمور ونتابع أنا أعول بأن خارطة الطريق مهمة جدا ويجب أن ندفع هناك قادرنا الآن النعب الفاضل مبارك الوعلان طالب رئيس الجهاز بالاستقالة لا أنا أعتقد الأخ مع كل تقديري واحترامي الأخ مبارك الوعلان عنده سياسته وعنده أجندته على شنو يطالبه بأنه يستقيل على التسويف على التسويف اللي قاعد يتكلم على العبث اللي صار في ازدواجية الجنسية وفي التجنيس وتغيير التركيبة السكانية شي أبي رجل فاضل قاعد يدير الأمر بحنكة واقتدار وإحنا لو شعرنا يوم ما نشعر أنه في تسويف وفي التفاف أعتقد أنه إحنا ما نقل شجاع عن الأخ مبارك الوعلان إذا ما تفوقنا عليه وبالتالي نوقف عند حده ونحاسبه وإذا ما وجدنا أن هناك أي خلل أحنا اللي نتصدى له ولكن هذا قول مرسل ومو صحيح وبعض الرابع ما يدرون وين الله حاط كان لك تصريح ذكرت في أن التظاهرات التي يدعو إليها بعض البدون غير مبررة إطلاقا لكون القضية في مرحلة حاسمة لمعالجتها والحكومة متعونة وحريصة على وضع الحلول أخشى أن يدفع ببعض البدون للدعوة للتظاهر لخلط الأوراق أمام المستحقين للحصول على الجنسية أكون محاولة لخلط الأوراق طبعا من قبل من أكون خارج الحدود من الدول التي لا تبتغي الخير لنفسه رجعنا وردينا على موضوع رجعنا وردينا على موضوع خارج الحدود البدون أصحاب الحق قدامة البدون والبدون هم قيود أمنية بصدد معالجتها هذين على شنو يطلعون ويتظاهرون وتجنيسهم جاي إذن هناك أطراف تعبث يعني واحد يسوي إقامة إقامة خمس إقامات يعني الإقامة لمدة ثلاث وخمس سنوات ثم يرمي جوازه ويقول والله أنا بدون واحد منهم على سبيل المثال اسمه متولي مدبولي وبعدين يدقوا له إقامة بعد ما يغرونه ويقولوا له يبقى مد 24 وأخذ بدون رسوم ونأ يخلي عياله موجودين بدون أكو عبد خلونا لا نخلط الأوراق يجب أن نستميث بالدفاع عن أصحاب الحق من البدون والأمور في طريقها للحل والأمور في طريقها للحل ولا نجد تسويف إذن ليش المظاهرات منه اللي يبي تطمش علينا ويبي ينشرنا بالإعلام ويبي يؤذينا في المحافل الدولية وأحنا ماشيين في سبيلنا للحل إذا ما وجدنا تراخي فمن باب الحرص على الكويت ابتداء ثم على البدون سنتصداله ولن نسمح بأن والله يصير عبث فليش هالمظاهرات إذن هناك أيادة خفية أما من غير المستحقين للعبث وخلط الأوراق اعتقادا منهم سيضع الدولة أمام أمام ضغط وينبري لهم بعض النواب ويعبثون في تشريعات للتجنيس بالجملة لأن اعتقادا منهم من سنة 91 إلى اليوم جنسنا 700 ألف قوترة وهناك تزوير فيابن الحلال يلا جنس ذلك ما بيصير طيب احنا نعطي صاحب الحق ونتصدى للعبث وبالتالي لا نسمح وتؤكد أن هناك عبث حلنا ننتقل إلى الموضوع الأخير موضوع الاتحاد الخليجي أنت أعلنت رفضك المبكر لموضوع الاتحاد الخليجي وتحفظك على موضوع الاتحاد الخليجي الآن بعد الموقف العماني الأخير هل تعتقد أن هذا الموضوع موضوع الاتحاد الخليجي على الأقل ننتقل فيما يخص الزاوية الكويتية عشان لا نتشعب أكثر هل سيرى النور قريبا باختصار الاتحاد الخليجي انتهى أصبح كما قال وزير خارجية سلطنة عمان هذا الرجل العاقل والقرار المنطقي الذي ينسجم وقياس الأمور بمنظورها الطبيعي ومعيارها الراقي في الاتحادات والتحالفات التي تصير والاندماجات التي تصير بين الدول أصبح في مخيلة الصحافة فقط الموضوع امتهى في مخيلة الصحافة كل الدول نعم الكويت سلطنة عمان وكثير من الدول هي مع تفعيل التعاون وكما قال الأخوة النواب عندما زاروا دول الخليج نحن مع تفعيل التعاون خاصة في الاتفاقيات الدفاعية السياسة الخارجية ولكن نحن لدينا خصوصيات بصراحة لا أريد أن تفعيل لدول الخليج الأخرى تفعيل مثل هذه الاتفاقيات ما عنك تحفظ عليه ما عنك تحفظ عليه تفعيل مثل هذه الاتفاقيات ما عنك تحفظ عليه تفعيل التعاون هو منصوص عليه دول مجلس التعاون وأهداف دول مجلس التعاون وأغراضها منصوص عليه تفعيل التعاون ولا عندنا أي أدنى مشكلة فأحيي سلطنة عمان على هذا الموقف المشرف الذي يجسد منطق وقياس الأمور واخذها بالمعيار هذا الموقف العماني علق عليه النائب الفاضل الدكتور وليد الطبطبائي عندما قال عمان تم تخصيص 10 مليار دولار لها من دول الخليج لأجل تحسين أوضاع الاقتصادية واليوم تتحول عمان إلى معوق لدول الخليج لمنع اتحادها عمان اليوم حسب رؤية بعض النواب باتت عائق أمام الاتحاد أولا الأخ وليد غير موفق في هذا التصريح عمان المنة علينا إذا ما قدمنا يد المساعدة مثلها قدمنا للبحرين ولا ما بي أتطرق لما هو جاري في البحرين وليش نقعد نعاير عمان والله أننا قدمناها نقدم لها هذا هو من باب التفعيل للتعاون هذا من باب الالتزام بمبادئ وأهداف منظومة دول مجلس التعاون وبالتالي أنا أعتقد الأخ وليد فيما ذهب إليه ما كان موفق وسلطنة عمان لم تكن في يوم من الأيام بل بالعكس هي الدعم لدولة الكويت ولكل دولة تريد في يوم من الأيام إن كان هناك اتحاد فيجب أن يكون معياراً ونموذجاً إذا ما وصلت لكل دول منظومة دول مجلس التعاون فيمكن أن نذهب إليه ولكن نذهب بعاطفة وبعيداً عن المنطق وبالتفاوت الكبير في الحريات والديمقراطيات وإلى آخره وبالتالي تريد سلطنة عمان أو دولة الكويت تنظم وتتنازل عن كل هذا الإرث المتوارث ودستورها ومؤسساتها وديمقراطياتها أنا أعتقد يا أخو وليد هذا الكلام لا ينسجم ولا يستقيم مع منطق الأمور بما نتكلمنا عن الوضع الخارجي بشكل سريع أيضاً من الزاوية الكويتية الأغلبية مجموعة من النواب في الأغلبية البرلمانية أصدروا بيان يدعون فيه لقطع العلاقات العلاقات الكويت مع كل من روسيا والصين بسبب دعمهم للنظام السوري تعليقك باختصار الحمد لله أن زمام الأمور ليس بأمثال هؤلاء ينون هذا إن شاء الله لا يكون نحن نفكرين دولة عظمة نفس المنطقة اللي كنا نحكي فيه قبل الغزو والغاشم وأيام الحرب المستعرة اللي كانت بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية مرة ثانية نعيد أنه والله نحن نطالب بقطع العلاقات مع روسيا دولة عظمة ومع الصين دولة عظمة من نحن نحن من له مصلحة مع هذه الدول نحن دولة اليوم يعني مثل دولة الكويت تعيش فيها محتاجة كل دول العظمة محتاجة كل دول العالم خلونا نرسخ السياسة الخارجية العاقلة الكويتية اللي زمام أمورها ولله الحمد بإيد عقلاء في الحكومة وبالتالي مرجحها لسموه الأمير الله يحفظه أبو الدبلوماسية اللي يرسخ لوجود الكويت في المحافل الدولية فأي قط علاقات وأنا أعتقد هذه هرطقات سياسية إن شاء الله ما لها أي تأثير ولكنها تدقدق عواطف بعض الناخبين اللي بالأخير يحتاجونهم الإخوان مصدري هذا البيانة عندي أسئلة سريعة جدا وباجي لي ديكيكتين ونص أحتاج منك إجابات سريعة كان لك تصريح نريد الهدوء للفترة المقبلة وأن يكمل المجلس سنواته الأربع بإذن الله هذا تمني هذا تمني ولكنه لن يحصل لن يكمل المجلس لن يكمل المجلس غيره متى الحل؟ أتوقع يعني في القادم من الشهور يعني خلال دور النقاد الحالي أم لا لا يمكن مع بداية دور النقاد الحالي نعم محمد لجواهل لأنه ما يقدرون الإخوان لازم يتاجرون بكثير من القضايا خصوصا لما الحكومة شربت حليب اسبع رح تتصدق ورح يصير تصادم أكيد بالتأكيد محمد لجواهل محمد لجواهل يقول في شهر رمضان القادم النواب مرح يرمضنون تحت حصانتهم طبعا الأخ الفاضل محمد لجواهل عنده شطحات وهذه واحدة من عندهم شطحة هذه تعتبرها بس أنت قاعد تؤكد أن هناك حل ولكن ولكنه ليس قبل رمضان أو برمضان إلا إذا بعد لا قدر الله يصير شيء ويصير تصادم مبكر غير مترقم يعني ولا منتظر قبل أيام كان لك تصريح ذكرت بعض الصحف قريبا سنصبح نحل الأغلبية في المجلس هل كيف؟ لأنه نحن ماشيين على نهج مو مثل ما قال الدكتور حسن نحن ماشيين على نهج نحن واضحين ولله الحمد اليوم هذا الطرح اللي نطرحه كل أبناء الكويت اللي يؤمنون بالدولة المدنية الدولة الدستورية دولة المؤسسات دولة القانون الدولة اللي يبوني يشوفون فيها وحدة وطنية بين كل المكونات بين أهل الكويت البدو والحضر والسنة والشيعة وبالتالي احنا ماشيين على هذا رح يجونا لأن الأغلبية في المجلس بالتأكيد لأن الأغلبية اللي موجودة الآن سواء كان بالمجلس الحالي أو المجلس القادم لأن لا يمكن هذين اتفقوا في لحظة من اللحظات على الانتقام من من كان محسوبا على المرحلة السابقة أيام حكومة الله يكترى بالخير الشيخ ناصر لمحمد وعلى المجلس السابق ويجو واتفقوا على أمر معين خلاص انقضت هذه الأمور وصاروا أغلبية وبعدين انجاز شنقدم للكويت التنمية وين سنة 2026 شلون نحن نعيش عيالنا ما عندهم مشاريع للأسف طيب دقيقة الأخيرة لك بو طلال أهدف هذا الكلام قلت أثناء فترة ترشيحك في الانتخابات أهدف إلى التصدي لمشروع اختطاف الكويت الذي يخطط له أصحاب الأجندات في مشروع الاختطاف الكويت للأسف الكويت اختطفت للأسف كان هناك غزو ناعم أصبح احتلالا ناعم من الآن والله يستر من القادم من الأيام على أهل الكويت صغار وكبار يلتف حول الحكومة وحول القيادة وسموه الأمير والأسرة أسرة الحكم في درية مبارك يجب أن تتصدى للغزو الناعم الذي تم في شعب الكويت كنا خمسمئة وستين ألف في سنة واحد وتسعين اليوم أصبحنا مليون ومتين هناك أكثر من سبعمائة ألف من دخلوا في التجنيس وهناك تزوير كبير حصل هذا كلام يمثل وجهة نظرك الشخصية لأنه هناك في طياته بعض الاتهامات في النهاية أنا لا يسعني إلا أن أشكرك نائب الفاضل الدكتور عبد الحميد دشتي على ساعة صدرك تحملتنا في هذا اللقاء ألف شكر لكم وأنا أتمنى إن شاء الله تكرار هذه اللقاءات والإطلال على أهل الكويت لأنه مطلوب أن نتواصل في مثل هذه الأيام ونشد حزام حياك الله بالطلال شكر موصولكم ومشاهدين الكرام موعدي معاكم يوم السبت القادم برنامج المنصة على قناة الكويت في أمان الله اشتركوا في القناة